السلام عليكم اليوم رحول ولاية سكيكدا ونشوف الوالية سكيكدا تتفقد مشروع انجاز سكانة عدل بهذه الولاية ورغم انه يعني خاصة المدينة سكيكدا فيها وكذلك عدة بلديات من ولاية سكيكدا مشاريع سكانية كثيرة جدا شأنها شأن كل ولاية الوطن لكن الملفت والمؤسف انه التهيئة العمرانية تبقى ضاعفة وهذا ربما يعود الى ضعف الشركات اللي تتكلف بالتهيئة العمرانية المفروض تكون فيه يعني ذكاية شارج باش تفرض يعني على المقاولين اللي يديروا البنايات اللي يبنوا للسكانات ان يديروا التهيئة العمرانية في المشروع بحد ذاته ولازم بالتوازي مع البناء ولازم المشروع يتسلم يتسلم بكل الجوانب بتاعه يعني حتى الجوانب بتاع التهيئة والفيردي والراكور دومان يعني يلازم يكون فيه ان بلان دامناجمان اه غلوبال يعني ان بلان دوكيباسيون سول يعني مخطط شغل الاراضي ومخطط التهيئة العمرانية يكون هاد الامور كلها لازم الدولة لازم تضغط على هاد الجماعة المحلية والمؤسسات والزي بي كالشركات والمؤسسات اللي تتكلف بالتعمير على مستوى البلدية والدوائر تكون فيه تعزيز القدرات يعني البشرية خاصة تعزيز من التعطير يعني من ناحية المهندسين والمعماريين والعمرانيين وكل الفرقة تعني التهيئة العمرانية والتنسية العمراني تهيئة العمرانية لازم كل هذه الوسائل البشرية والتعطير ويعني الخروج ميداني يعني متابعة متابعة وتقييم ميداني يومي لكل هذه المشاريع ومتابعتها ووضع كل الوسائل المادية من ماتريال يعني اشغال عمومية ماتريال وكذلك وسائل المالية باش التهيئة تكون في المستوى وتوازي حتى اولو نحبس من الساكن نحبس من بناء الساكانات نحبس نحبس ونوجه الأموال ونوجه الميزانية نحو التهيئة والنظافة والصيانة تعل المحيطات الحضارية وخاصة المحيطات الحضارية الجديدة هذه لازم يكون فيها اهتمام خاص بالتهيئة وتنظيم العمراني والتوزيع العمراني ويعني فكرة دايما نتكلم عليها هي التواصل بين الأحياء الساكانية وجمعها في أماكن معينة وعدم بعثارة المشاريع في كل مكان لأنه بعثارة المشاريع في كل مكان سيكلفون أكثر لنوصلوا الماء ونوصلوا الكهرباء ونوصلوا الطريق ونوصلوا المدرسة ونوصلوا المرافق هذه لأن البشروع أو الحي الساكانية كان بعيد ومنعازل وكذا راح يكلفنا مصاريف جديدة المهم إن شاء الله يكون فيه وعي من طرف المسؤولين على مستوى الولاياتي خاصة يعني على المستوى المحلي يكون فيه تحسين المحيط وترقية الأحياء هذه إلى ما تبقاش أحياء لازم تقول لي مدن لازم 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 نخمم ونفكر في المدينة كيف ننتج مدن مدينة حضارية قابلة للعيش ترككم في رعاية الله وحفظكم والسلام عليكم